بالنسبة لصناعة الورق الفويل خليني اعرف لو انا كشاب مستثمر وعايز ابتدي حياة المستقبلية او المجانب المهني عندي في الصناعة دي اقدر الى انا ابتدي فيها فرنج كامب كبدايا كبدايا ممكن تبدأ معاك من 200 الف بس انا بنصح دايما ان الاول ممكن الاول يتاجر الاول عشان ما يتصدمش بالمنافسة اللي في السوق فانصح ان هو يتاجر الاول بعد كده يبدأ يصنع بحيث ان هو يبقى عنده عميل جاهز يدخل بي السوق منافسة طيب لما جينا فريق الاعداد يدرس الموضوع لانه ان الطلب في النوع ده من الصناعات فيه طلب كبتير وكبير تمام هل خلينا اسألك بشكل صريع هل فيه نوع من انواع المخاطرة بتوجهك يعني هل الموضوع بالنسبة لك ريسكي ولا لا بيبقى فيه ضمان كويس لا هو الموضوع بفضل الله فيه ضمان كويس هو بس طبعا الفويل سعره بيتحدد كبورصة عالمية سعر البورصة ده ممكن يبقى فوق ممكن يبقى تحت ده حسب عرض وطلب فممكن مثلا احنا نتفق على كمية كبيرة 200 طن 100 طن النهاردة سعره مثلا نوصل 300 دولار تقريبا لو اتفقنا على 100 طن او 200 طن لو البورصة نزلت بنواجه عقوبة في السوق طبعا